اليوم أمس كان هناك اجتماع ما بين محافظة بغداد وأمانة بغداد ووزاعة عمار السكان كانت حاضرة مع مستشاري سيد رئيس الوزراء لأو أصل الموضوع لكيفية النهوض بالعاصمة وحل المشاريع التي ذكرتها من ضمنها اختلاقات الطرق واختراح جسور جديدة كان هناك اختراح جسر جديد لمنطقة الدورة ووصلنا إلى جامعة بغداد ووضع على الخطة وإن شاء الله يبدأ العمل لحل الاختناقات المرورية الكبيرة قسم الآن إن شاء الله وزاعة عمار السكان طريق بغداد يوسفية الجديد الذي يعبر من طريق جسر معلقة الدورة هذا الآن أيضا على الخطة في سبيل سحب الازدحامات التي يصير في منطقة الكرخ ووصولا إلى بغداد سيدي أعداد قليلة يعني هذا جسر واحد وطريق واحد حال عدد لك اتفضل حضرتك الآن هناك مشاريع أخرى لتقوم بها محافظة بغداد في سبيل سحب الازدحام ما بين منطقة مدينة الصدر والإحسينية مشاريع الطريق الحلقي الرابع أيضا كان هناك أولويات في هذا الاجتماع الذي كان يوم أمس أنه أين وصلت منسبة الإنجاز لهو أصل مشروع يعني هذه مشاريع صممت دراسة استشارية بالسبعين بالسبعينات لكن توقفت وتصميم بغداد يعني التصميم أساس مدية بغداد وعد 30 سنة ينتهي بيئة 2030 وهذا كله متوقف شكرا